السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو سيكون خفيف سأعطيكم فيه واحدة معلومة مهمة التي ستسهل عليكم الفهم والاستيعاب عمليات التبسيط الجزائي للسامبليفيكاسي موليكولير التي ترى على مستوى الأنبوب الهضمي بالفضل في هذا الفيديو سأعود إلى هذا التعليق الذي علم فيه التلميذ والتلميذة وقال ليون أنزيم ساليفير يقصد زمال الميلاز ساليفير ويهضم فقط الناشويات أو لك يقدر يفكك جزئات أخرى فهذا الفيديو لا سأعود فقط على الناشويات والناشواز اللعابي وإنما سأعود علاقة على الأنزيمات الهضمية ونعطيكم طريقة رائعة جدا لكي تستطيع التربط بين كل أنزيم وما بين الغداء البسيط أول شيء سأفهم لكم وهي أن الأنزيم ديجيسيف أو الأنزيم الهضمي لا يوجد القدرة لكي يهضم كثير من غداء بسيط يوجد القدرة لكي يهضم كثير من غداء بسيط وهي العصارة الهضمية سوك ديجيسيف لماذا؟ لأن السوك ديجيسيف تكون مكونة من عدة أنزيمات ويقدر يكون فيها كل أنزيم مختصف غداء بسيط معين وبالتالي العصارة الهضمية تقدر تهضم لنا كثير من غداء بسيط أما الأنزيم تكون مختصف حاجة واحدة بعدها نحيط علينا سوف أعطيكم طريقة كيف تربط كل أنزيم مع الغداء البسيط الذي يهضمه فعلا و لا يخلطه لكي يكون مع الأغذية البسيطة الأخرى حيث هذا الشيء رغي فهمه لا يوجد حفظ إذا كنت تعرف كيف تفهم سوف تستطيع ترسكوه في الساعة المهم سوف أعطيكم كيف تلسقوه كيف تلسقوه المهم هو's المهم الأنزيم المهم 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 ويف يصبح المهم الشهور جماع Library كلمات الناشا إذن أوتوماتيك من الناشا لا ميلاز 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 سهلا المهم أن تتبطل ثلاثة الحروف ونضع أزل مثلا البروتين ما الذي تهدمه؟ إن ушتم واحدة أنزيم اسمت hire هو هي البروتياز ببتهي مات goose ابتعد الفرام acostторов cumlasse لا ميلاز أو الميلاز ف ، لا تتبعت بحثة البروتينات نتجة الحضم الأكام الخطوط على مست restart البيبتين لذلك يمكن من تجيب awhile بل أن نشى باب انزيم 大家都 نضع لها أعز كيف حالك؟ إذا كنت أعود لها الليبيد سوف نضع لها أعز سوف تنضي الليباز يوصف، الليباز هو الليبيد إذا كنت أعود لها المالتوز المالتوز الذي يجي نتيجة الهضم للنشاعة على مصة والفم أو من خلال ملاز مكخياتك هذا المالتوز تضع لها أعز سوف ينضي مالتوز هذا المالتوز هو اللي يهضم المالتوز سوف أعمركم تلفودة بفمات سميديك آز أعرف بعدها كدوية الأنزيم